الصحفي عيسى المسماري في تصريح صحفي قائلا السعوديين يرفضون اللعب في كربلاء ويطلبون اللعب في كردستان نحن بصراحة اللعب داخل أرض العراق لا يناسبنا بسبب جودة الملاعب السيئة وكذلك البنى التحتية من الصعب على الاتحاد السعودي أن يضحي بنادي النصر واللعب في أراضي العراق على الأغلب النجم نادي النصر كيرستيان ورونالدو لا يوافق القدوم إلى العراق وهذا الأمر طبيعي ومن حق اللاعب من المستحيل أن نجم بقيمة رونالدو أن يذهب إلى بلد غير آمن اليوم علي ألحمادي أمام موعد تاريخي بمواجهة نادي ليفربول في الجولة الأولى من الدوري الإنكليزي الممتاز زيد تحسين لاعب منتخبنا الوطني في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا عقدي مع الطالبة انتهى وأنا الآن لاعب حر وكل ما يشاع عن مطالبتي بعقد كبير مقابل التجديد هو كلام غير صحيح هناك مفاوضات مع عدد من الأندية وسأحسم مستقبلي في الأيام القريبة المحلل والصحفي القطري ماجد الخليفي في تصريح صحفي قائلا ما فعله العراقيان نشأت أكرم ويونس محمود في دور نجوم قطر كان يفوق ما يفعله رونالدو في الدوري السعودي من كل النواحي يونس محمود كان الأفضل في آسيا ورونالدو الآن هو ليس الأفضل في آسيا يونس محمود ساهم في جميع القاب نادي الغرافت علي الحمادي في تصريح صحفي لموقع المستديرة الرياضية قائلا حلمي منذ الصغر هو اللاعب على أرضية ملعب الأنفيلد ملعب ليفربول المكان الذي نشأت فيه وتعلمت فيه كطالب ستكون لحظة مميزة في حياتي أن نلعب على أرضية هذا الملعب لاعب المنتخب العراقي السابق هوار محمد في تصريح صحفي قائلا السيرة الذاتية لكاساس ضعيفة وهو مدرب غير معروف كاساس جعل منافسة بين المحلي والمغترب وأنا مع استمراره ولا نملك الوقت لتغييره أتمنى من كاساس عدم المجاملة والاستقرار على التشكيلة في التصفيات وهناك لاعبين محليين ومغتربين لا يستحقون ارتداء قميص المنتخب الوطني لغاية اللحظة لم نواجه منتخبات قوية في التصفيات ومحدث في كأس آسيا يجب الاستفادة منه الإعلام السعودي يسال رونالدو ماذا تعرف عن العراق سوف تتواجد هناك قريبا رونالدو يرد بابتسامة جميلة بلد يحب الحياة رغم الظروف الصعبة التي يمر بها البلاد ولكن هم أقوياء وكذلك يعشقون كرة القدم بجنون وأتذكر في أولمبياد أثينا عام 2004 عندما تغلب علينة العراق كانت أصعب المباريات في حياتي ولديهم مهاجم كبير في ذلك الوقت يحمل الرقم عشرة رونالدو يختم كلامة عندما أذهب أريد أن أجرب الأكل العراقي كلما قالته الصحف السعودية بأن رونالدو لا يرغب بالقدوم إلى العراق هو كلام لا صحة له وأن كاستيانو رونالدو هو أول الحاضرين إلى العراق من أجل إسعاد الجماهير العراقية التي تعشقه رونالدو سوف يلعب على أرض العراق وتحديدا في ملعب كاربلاء المقدسر الدولي ولا صحة للإعلام والصحف السعودية التي تخفي الحقيقة يواجه الإسباني في سوسكاساس مدرب المنتخب العراقي موقفا صعبا لا يحسد عليه يتعلق بتحضيرات فريقه لتصفيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك ويستعد المنتخب العراقي للدخول في معسكر تدريبي بالعاصمة القطرية الدوحة يبدأ من 2-5 من شهر أغسطس آب الحالي ويستمر حتى الأول من شهر ستمبر أيلول المقبل في سوسكاساس في ورطة بسبب اندية الدوري العراقي وقالت مصادر لموقع المستديرة الرياضية أن مدرب المنتخب العراقي الإسباني في سوسكاساس يواجه مشكلة تتعلق بمعسكر فريقه في العاصمة القطرية الدوحة إذ لن يتمكن المدرب من الحصول على أغلب اللاعبين الذين تم استدعاؤهم في المعسكر والذين يبلغ عددهم 21 لاعبا بسبب تزامن المعسكر مع تحضيرات الفرق العراقية للموسم الجديد من دوري نجوم العراق وأضافت إدارة نادي الشرطة قررت دخول الفريق بمعسكر تدريبي في مصر وهي ترفض تفريغ لاعب المنتخب العراقي لأنها تريد أن يبدأ الفريق تحضيراته بشكل مبكر وبوجود جميع اللاعبين من أجل شرح الأهداف وكذلك الخطط والتكتيكات التي سيعتمدها المدرب أحمد صلاحي وكادره المساعد للموسم الجديد وتابعت إدارة نادي القوة الجوية هي الأخرى قررت الدخول في معسكر تدريبي بتونس وكذلك رفضت تفريغ اللاعبين للمنتخب العراقي على الرغم من تصريح المدرب وسام رزق في المؤتمر الصحفي أمس بأنه سينح الفرصة للاعبيه بالالتحاق بتدريبات المنتخب العراقي في الدوحة إلا أن الإدارة لها رأي آخر وأردفت الاتحاد العراقي يحاول إقناع إدارة الناديين بتفريغ اللاعبين للمنتخب العراقي خصوصا وأن المهمة ستكون صعبة والتصفيات دخلت مرحلة الحسن وبالتالي يتوجب على الجميع التعاون مع خيسوس كاساس وفريقه وزادت الاتحاد العراقي يسعى إلى عقد اجتماع الليلة مع إدارتي الشرطة والقوة الجوية بشأن ذلك وأكملت المصادر في حال لم يوافق الشرطة والقوة الجوية على تفريغ اللاعبين فهناك نية لإلغاء معسكر الدوحة وإقامة معسكر تدريبي في البصرة لمدة عشر أيام وحينها سيقوم خيسوس كاساس باستدعاء سبع لاعبين جدد بدلا من لاعب الشرطة والقوة الجوية كون المدرب الإسباني يؤكد وجوب إقامة تجمع للمنتخب العراقي قبل انطلاق التصفيات وأعلن كاساس قائمة اللاعبين المستدعات لمعسكر الدوحة والمؤلفة من واحد وعشرين لاعبا وهم كل من جلال حسن حسين حسن علي كاظم أكام هاشم ريبين سولاقة مصطفى سعدون صفاء هادي أمجد عطوان حسن عبد الكريم لؤي العاني أحمد يحيى مناف يونس أحمد نكزي باشان عبد الله سعد ناطق زيد تحسين أسامة رشيد محمد الطائي محمد قاسم ماجد هيران أحمد مهند علي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر